ما جاء في صحيح المن مسلم عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار ثم قال أقيم على قبري حتى قدر ما تنحر جزور وتقسم ويقسم لحمها فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأما قوله حتى أستأنس بكم السندة دالة على أن الميت يشعر بانصراف أصحابه ولعل هذا مراد عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه في قوله حتى أستأنس بكم فقد جاء في صحيحين من حيث أنه صلى الله تعالى عنه أن الرجل إذا وضع في قبره جاءه ملكان حتى إذا انصرف عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم الله أكبر يعني يسمع دبيب سيرهم أثر سيرهم إذا انصرفوا عنه فلعله أراد أن يستأنس بمن حوله في قدر مراجعة الملائكة الملكان له في قبره لذان يأتياني فيقعداني فيسألاني من ربك ما دينك من نبيك في فتنة القبر فهذا من اجتهاد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وليس له مستند صحيح يعني ليس له مستند ظاهر في السنة النبوية غد عدا هذا وقول وأعلم ماذا أراجع به رصفنا ربي يقصد الملائكة الذين يسألونه عن ربه ودينه ونبيه الخلاصة أن ما جرى هو اجتهاد من عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه لم ينقل عن غير ابن الصحابة ولم يأثره عمر عن النبي صلى الله وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلا وسلم فالمشروع هو أن يدعو الإنسان للميت بالقدر الممكن وأما تحدث ذلك بقدر نحر جزور وتقسيم لحمها فليس له أصل في السنة إلا ما جاء عن عامر في وصيته لابنه وليس في ذلك دليل ولا يصلح الاعتماد عليه في إثبات السنية إنما هو فعل فعله بعض السلف وليس من السنن المأثورة عن سيد الوراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم